طيب شايمة القصة اللي شفناها سوا مع المشاهدين سبق ونعرضت على صفحة بي بي سي عربي واجع عليها كتير تعليقات وكتير انتقادات حتى فنحنا اخترنا البعض منها وحنشاركها معك ونعطيك فرصة لتجاوبي عليها من خلال بي بي سي اكسترا فنبدأ بحسام البحيري اعتقد ازايكو يا رجالة بدل ما نشوف الطاقة الشمسية راحين نفكر بطريق بداي كله تلوث وامراد وذباب وبما اني فلاح قبا عن جد عن جدود شايف انه الموضوع فاشل فشو تعليق بالعكس احنا بناخد المخلفات دي اللي هي قريدي عمل لنا الحشرات وعمل لنا التلوث فاحنا بنحاولها لطاقة واسمدة احنا بنحاول المخلفات بنشيل الريحة وبنشيل الحشرات اللي بتسببها اصلا المخلفات وبنحاولها لصورة امنة تماما يقدر الفلاح يستعملها شي عادة المخلفات لكن هي مش طريقة هي الجزء من المخلفات دي لو الفلاح عنده ارض زراعية بياخد جزء منها بيسمت بيها الارض الجزء التاني بيترمي في المصارف بيتسب كده في الطريق فقردي هي كرسة كرسة بقية في حد ذاتها يعني فاحنا بالعكسية مش طريقة بدائية لان احنا بننا تخلص من المخلفات بشكل امن طيب محمد حمادة يقول انه هذه تقنية قديمة وقرأة كاملة بتستخدمها في مصر والمشكلة هي الريحة القوية اللي تقعد في البيت يعني هذه الوحدة يمكن تسبب ريحة هي لما تستخدمها ولا لا هواء اللي ما نفسش الوحدة عنده هو بيت هيقلو او بيعتقد ان هي بتعمل ريحة لا الوحدة دي بتبقى متقفلة تماما مافيش اي منفذ لتسريب الريحة لكن شوفنا احنا في الفيديو انه في مكان في السماد هو بيحمل اكيد في ريحة لا المخلفات اللي دخلة هي دي اللي فيها ريحة فهي قرأة دي خلاص بتنزل في الجزء اللي هو الهضم الحيوي الديجستيت اللي بيطلع او السماد العضو اللي بيطلع ده بدون ريحة تماما يعني ما بيسببش ريحة ولا في حشرات بتقف عليه ولا اي حاجة خلص درجة الحرارة اللي جوه الخزان بتقتل اي ريحة او اي بكتيريا ضرة موجودة محمد الشربيني بيقول المشروع ده كان عندنا في بلدنا وجات الحكومة ردمت البير واتدعت انه خطر ومعرض للانفجار في اي وقت انا ما شفتش بس سمعت انه هو كان معمول من حاجة من حاجة حديد وصدت فهم خافوا ان يحصل تآكل للجزء الهضم فيحصل انفجار لكن التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها دي حاجات كونستركشن مفهاش اي خطورة بالزبط حاجات البونة امنة يعني امنة تماما طيب نختم مع تعليق من عند سيزار يقول انه السوريين بالغوطة الشرقية بريف دمشق استخدموا هذه الوسيلة منذ زمان طويل لاستخراج الغاز والطبخ وامور اخرى نحنا جبنا فيلم سيزار من الغوطة الشرقية يظهر كيف الناس اوجدوا حلول بديلة في ظل الشح في الغاز والوقود والكهرباء بسبب الاوضاع اللي هما فيها يلا نشوفوا الفيديو مبعدنا موسيقى موسيقى يدور على أي وصيلة أنه بدار الغاز موسيقى 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 وقت عرضت وزبونات صاروا طبعاً العلم كمان نقوم بشغلة بسيطة صاروا اللي عندو مراية جبنا شقف صغيري كذا نقصوا لي هون ندلوشتون كمان نعلموشتون نلزقون بحط سلّة للصحن طبعاً الشغل يعني صار انه كي أخبال العلم تجيب مراية ونقصوا له ويلزقون طبخة بحدود تقريباً نصاعة يعني يعني تقريباً مثل غاز يعني أو أكثر شوي طبخنا الرز بفول طبخنا الرز بغزاليا طبخنا مجدرة يعني كل الطبخات ما في أي طبخة عائت علينا إلا كل طبخنا عليه موسيقى شايمة سبق وشفتي هيك حل من قبل ايه تمام شفت قبل كده السخان الساتيلايت احنا زي ما بنقول الحاجة أم الاختراع طول ما احنا في حاجات احنا محتاجينها فبندور على أي وسيلة عشان أقدر ألبي بها احتياجاتي فالفكرة دي أنا فعلاً شفتها قبل كده مصر؟ مين بيستعملوها؟ اتعملت في الشرقية وكمان هيك قطعة من المرايا الصغيرة بالساتري بالضبط لأن هي بتجمع الأشعة الشمسية وبتحولها لطاقة بالإضافة لهالفيديو وصلتنا كمان صور بتفرجي أنه فيه أشخاص عم يستخدموا البلاستيك ويحرقوا البلاستيك لا يعملوا مثل ما قالوا هني أنه بيترول وغاز كمان لا يلبوا حاشتهم من الطاقة شو رأيك بهذا الموضوع؟ أصلاً هو كيميائياً صحيحة هاي المعادلة؟ ايه تمام لأنه أصلاً البترول اتكون ازاي عن طريق المواد البلاستيكية أو أي مواد عضوية أو غير عضوية اتدفنت تحت الأرض بس مرة عليها سنين لأن معروف البلاستيك مش بسهولة أنه بياخد وقت طويل جداً عشان يتحلل ويتحول لمادة سايلة فده طبعاً كيميائياً أكيد يعني مقبول طيب من الناحية البيئية أو من طريقة فعاليته هل هو فعالة أم لا؟ نحن لازم نضمن أن أي غازات تانية لازم نعمل عليها كنترول لو هي بتنتج ساني أكسيد الكربون فأنا لازم بضيف حاجات مكونات معينة بتبتص ساني أكسيد الكربون ما يسبوهش كده يعني ينطلق في الجو ما هي بداء للطاقة الأكثر شيوعاً والأكثر فعالية في العالم الآن؟ لحد دلوقتي الطاقة الشمسية هي رقم واحد بعدها الطاقة الطاقة الحيوية هي الغاز الميثاني ما هي الريح التي يستخدمها؟ الريح في أماكن معينة بس دلوقتي بدأت أكثر الطاقة الحيوية يعني معروفة دلوقتي ألمانيا تلت إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية طيب نسمع عنا بيعزبوا حالهم بالهوائية مثل ما قال سيف أحياناً موج البحر أحياناً طاقة المادة والجز هي مفيش حاجة قديمة هي متجددة يعني الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والطاقة الحيوية وطاقة المادة والجز دي موجودة بس الفكرة مثلاً في تكلفة التكنولوجيا نفسها يعني في أماكن معينة تقدر تكلف وتعمل طاقة شمسية في برضو أماكن تانية تقدر تعمل طاقة الرياح يعني أنا بعتبر أقلهم تكلفة يعني اللي هي الطاقة الحيوية اللي هي إنتاج غز الميثاني أنا متحيزة شوية للبيو جاز